أغلى سلعة تصرفي عليها الأمن تمام وأحسن سلعة تصرفي عليها وتجيب نتيجة إيجابية الأمن وأكتر سلعة البلد مقصرة في الصرف عليها الأمن فبالتالي يمكن البعض بيقول طب ليه ما بيتصرفش على الأمن للأسف فيه ميزانية وزارة الداخلية فيه بيبقى فيه مخصص للتسليح كذا لكن أنت مع موجة إرهابية بعد صورة يناير 2011 وبعد صورة 30 يونيو 2013 لم تكوني تتوقعي مثل هذا الإرهاب الشديد وبالتالي أنت لذلك لما وزير الداخلية قال إيه قال إن بعض الدول اللي هاتي ترى أن ما قامت به الشعب المصري في 30 يونيو 2013 من الصورة بدأوا يحجموا عن تقديم مساعدات في تسليح الشرطة لكن عايزة أطمن سيادتي من بعض المصادر يعني في عدد من الدول العربية يعني زي ما بقولوا إيه يعني بوحة صوته نعم يا جماعة قلونا ممكن ندعمكم أمنيا إزاي جزء من مساعدتنا تبقى وسائل متقدمة وحدث بالفعل حدث أطمنك أطمنك في كاميرات مراقبة جات والعلم حضرتك وهذا ليس بسر اللي هما تم القبض عليهم في محيط جامعة القيارة كمشتبه فيهم دول تم تصورهم بكاميرات مراقبة موضوعة في محيط الجامعة وتم القبض عليهم عندي سؤال بس اتفضل طب الكاميرات شافتهم مشتبه فيهم طب هي ليه الكاميرات ما شافتهم شو هما بيضعوا القيارة ما تعرفيش لسه تفاصيل المشهد إيه يعني أنت ما تعرفيش بالزر الكاميرات دي لو موجودة هي جات المعلومة كانت وعندي أنا غرفة عمليات بترصد التحركات في هذا المحيط بقى كنت هشوفه وها بيحط مش هشوفه بعد ما يبقى المشتبه فيه لا ده جايب كل اللي ترددوا قبل الانفجار أو قبل انفجار الكمبلتين والتالتة اللي هما ترددوا على محيط جامعة القاهرة وكانوا يقومون ببعض الأعمال مش هيجيبوا بقى اللي حط تحت الشجرة أو ما إلى ذلك لكن كون أنه هما مشتبه فيهم وبيقال أنهم من الطلبة الذين دقبوا من جماعة الإخوان الإرهابية على مظاهرات داخل الجامعة وخارج الجامعة دي معلومة وتأكدت منها تمام التأكد ده المشتبه يا فاندم ولا اللي زرعوا لا هتجيبي المزارع منين لما تقبضي على اللي هما ترددوا على المكان لأن عمرك ما حادثة زي دي وتقوليلي أن اللي زرع وما إلى ذلك غدروا المكان وخلاص وما الشايفين الكمبلة هتنفجر بعد قدير طب هولحك معلومة أكيد كان عندهم حد موجود بالقرب من مصرح الحادث أو جو مصرح الحادث